أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الآلي فقرة تريند الآلي فيها كلام وفيها تفاصيل عبر السوشيال ميديا لكن فيها جرعة نشاط وحاجة تدعو للتفاعل فيديو مهم جدا لمؤمن زكريا النهاردة كلنا لما شفناها كنا مبسوطين جدا بهذه اللقطة وهذا الفيديو مؤمن زكريا بيقدي برنامج تأهيلي مع أخصائي تأهيل والحمد لله مش بشكل كويس جدا نشوفه جدا في لحظات ونعلق عليه طبعا اللقطة مميزة جدا وده بتدريب اتزان أخصائي تأهيل مع مؤمن زكريا والحمد لله يبدو أن الحالة الطبية لمؤمن والحالة النفسية رايحة في إيطار جيد جدا ألف مليون سلام عليك هنفضل في ظهرك ووراك لغاية لما تبقى مية مية وحالتك ممتازة وإن شاء الله بعد كده تكون منور الملاعب ومنور الكرة المصرية يا مؤمن يا زكريا أحد أبناء النادي الآلي وأحد نجوم النادي الآلي حاجة تدعو للتفاعل ولقطة جميلة جدا لمؤمن زكريا قدتنا جرع التفاعل بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن هنتكلم بقى على سوشيا للأهلي واللي اتكتب من خلال السوشيا الميديا بالنسبة للساعات اللي جاية ومباراة الوداد المغربي أول حاجة صفحة الأهلي اليوم وهي صفحة جماهرية بتتكلم على الدعم متبقي يومين كونوا في الموعد نحن نصق بكم أفريقيا أهلي وفيها صورة لعلي معلول طيب كمان معايا من صفحة الوطن سبورت عبر تويتر الأهلي يدرس مشاركة أحمد فتحي أمام الوداد وإراحة محمد هاني للمباراة النهاية هي مجموعة من الأخبار والمعلومات بتتناصر في وسائل الإعلام وعبر الصفحات الرسمية للمواقع الرياضية تتكلم على إطار أن الجهاز المعاون بيضي أطرخات ورؤى لي بيتسو موسمان أنه ممكن يكون فيه راحة لمحمد هاني أحمد فتحي شارك كلها وجهات نظر لكن معلومة أساسية لسه مش أكيدة والتشكيلة هيتعرف إن شاء الله يوم الجمعة طيب صفحة الأهرام أيضا على تويتر والحساب الرسمي كتب قهربة على دكة المدلاء في مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا زي مننا كريم أحمد طب مننا على حالة قهربة وهيكون إن شاء الله موجود دمن الخائمة في مباراة الوداد سوبر كورا موسماني يضع برنامج جخاص لرفع لياقة الشيخ ووحيد قبل موقعة الوداد وقبل مواجهة الوداد على فكرة ده حصل وقت الفريق ما رجع من المغرب وخلال فترة 48 ساعة الأجازة كان فيه برنامج بدني خاص للشيخ ووحيد خلال اليومين اللي فاتوا وموجودين في تدريبات النادي الأهلي بشكل عام الحمد لله الحالة مطمئنة وفيه أخبار جيدة بالنسبة لليعبين الفترة الجاية قهربة شارك في التمرين مبارح والنهار ده إن شاء الله هيكون موجود في التأسيمة والمبارحة بإذن الله يوم الجمعة الساعة 9 أخرج لفاصل وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة ومشاركات الجماهير ونسمع وجهات نظرك ونقرأها كمان ونستعرضها في برنامج الترين